من جانبها أكد محافظ القاهرة خالد عبدالعال أن جميع رؤساء الأحياء ومسؤولي شركتين المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة متواجدون بشرع ميدانيا لتعامل مع تجمعات المياه وتسيير حركة المرورة وتسهيل حركة المواطنين بشوارع رئيسية والكبار والأنفاق هذا وتشهد العديد من المحافظات حالة من التقص غير المستقرة وانخفاضا في درجات الحرارة مصحوبة برياح شديدة وتساقط الأمطار بغازارة ما أدى إلى رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية وتفعيل غرف العمليات بالمحافظات لمواجهة أي مشكلات كما تتابع غرف العمليات بمختلف المحافظات حالة التقص أولا بأول وتعامل السريع مع شكاوى المواطنين